كل مشاهدين وكل جمهور النادي القليل في كل مكان كواليس خاصة جدا طبعا على شاشة قناة للنادي الأهلي مباراة السوبر الأفريقي الأهلي ورجاء المغرب إن شاء الله يوم الأربعة القادم على أستاذ أحمد بالعالي بإذن الله إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة ونعود من الدوحة ببطولة السوبر لكن على هامش طبعا المباراة وعلى هامش الكواليس احنا معنا طبعا واحد من نجوم النادي الأهلي صاحب الاخلاص والوفاة وصاحب الخلق الرفيع جدا محمود متولي اللي بنقول له الف سلام عليك يا حودة وان شاء الله بازن الله هو سوء توفيق وبادلك لكن هو ربنا سبحانه وتعالى شهير لك حاجة الفترة اللي جاء ان شاء الله بنسبه لك يا محمود لكن في البداية حابب تقولي لكل جمهور النادي الاهلي اللي بيساند وبيساندك بشكل كبير جدا ولسه منتظر منك اكتر من كده كمان يا محمد. الاول طبعا مرحب بيكو وانا سعيد جدا بوجودي دلوقتي في السفرية دي ده حاجة نفسيا تهيئ اي حد ان هو يبقى احسن طبعا الله يسلمك طبعا على الكلام الحالو ده وعايز اشكر جمهوري الاهلي على كل الدعم بتاع الفترة اللي فاتت لان الموضوع فعلا كان بايخ شوية لكن طبعا كله قضاء وقدر من عند ربنا ولازم نرضى بيه ونقول الحمد اللي عليه ولو الواحد كان حاسس ان هو ممكن يكون مؤثر في حاجة فهو بيحاول يراجع نفسه فيها لكن الحمد لله يعني الواحد بيحاول يجتهد ويعمل كل اللي عليه وفي الاخر طبعا كله يعني التوفيق وعدم التوفيق ده حاجة من عند ربنا برضو زي وزي الاصابة زي وزي مكسب اخصارة فطبعا لازم الواحد يرضى بيه وان شاء الله ان شاء الله يعني تكون تكون فترة وتعدي وانا عندي يقين ان ربنا طبعا ما بيضيعش تعب حد يعني وان شاء الله الفترة الجاية تكون كلها خير زي ما بيقوله كده لكل مكتد نصيبه ودائما يقول لك ان بعد العسر يسرى وكلام كتير ممكن اقولهولك يدي الواحد امل ويقين ربنا مش مش هيضيع تعبه ولا وجع هو تواجعه قبل كده ولا اي حاجة عدت عليه في حياته يعني. انا الناس ما شافتش مبارات طالع على الجيش وامكان انت كنت متأثر جدا متوالي وانت طالع لكن بقولك ممكن ربنا نشايل حاجة الفترة اللي جاي. اه طبعا بتبقى الاصابة وانت لسه رجع بتبقى تأثيري على اللعب كبير جدا لكن انت ذكرت حاجة مهمة جدا قلت السفرية دي نفسيا هتساعد بشكل كبير جدا والدور الاجبر كمان لمجلس ادارة النادي الاهلي ان هو يكون في ظهر لعيب النادي الاهلي وفي ظهره كانت تحديدا محمود لان انا شفت ممكن لفت مع كابتا محمود الخطيب هو متواجد ودار حديث بينكم من بعد لو اتكلمنا على لحظات وانت طالع بس من طالع الجيش دي دماغك فكرت في ايه لان انا عارف لعيب الكرة بيفكر في ايه في اللحظة? اه طبعا يعني طبيعيا اي حد بيجي له صابة بيتدايق خصوصا لو هي اه في وقتها مش يعني مش كويس بس لازم برضو هرجع واقول انه مجرد ما عد علي لحظات خلاص انه انه ده قدق ربنا وايا كان السبب فلازم ترضى وتقول الحمد لله على كل حاجة ده بالنسبة لوقت الاصابة لكن طبعا اه اه ده بيحاولي يهياني نفسيا انا اه يهياني يا حبيبي ماذو لا متولي لا طبعا لما متولي من اللعبة كبيرة جدا وان شاء الله الفترة جايبة اضافة كبيرة جدا الفريق مار بظروف صعبة وهو قد دول وان شاء الله يرجع احسن من الاول كلنا طبعا زعلين يقول هو بيمر بيه بس لا متولي قد ده هو وإن شاء الله هيرجع أحسن من الأول بكتير ربنا شاهد لك حاجة كبيرة متولد الفترة طبعاً لا إن شاء الله ربنا شاهد لك حاجة كبيرة جداً كمان بالظروف اللي هو ماشي بها كده ورادي وقانعة اللي هو بيحصل بس إن شاء الله بإذن الله يرجع أحسن من الأول إنه متولد طبعاً إضافة كبيرة وإحنا محتاجينه الفترة اللي جاية هلوى كده؟ أنا قلت لهم جوزوني والله يبقى كويس روح حلوى جداً طبعاً أكيد لا لا إحنا بصراحة كلنا أخوات وكلنا بنحب بعض يعني بعيداً عن الكورة وبعيداً اللعيبة كلها اللعيبة محترمة وبجد يعني شرف لأي حد أنه يتعامل مع العيبة الموجودة دلوقتي يعني حاجة بجد احترامه أخلاقه وحاجة تتعلم منها بجد التواضع وكل حاجة كويسة ومثال بزيط اللي أنت لسه شايفه ده يعني طبعاً مش عايز أقول لك اللعيبة كلها بجد الواحد نفسياً بيرتاح في التعامل معهم وطبعاً عايز أشكر الكابتن خطيبة على مساندة دايماً مش بس كمحمود متولي لا ده كل الناس كل اللعيبة ويمكن لما جاء لي تليفون إن أنا هبقى موجود مع الفرقة وهتسافر وتعمل اللازم يعني عشان تتطمن أو تشوف سبب الإصابة أي وكلام ده دي حاجة طبعاً فرحتني وريحتني نفسياً إن أنا إن فيه اهتمام وإنه طبعاً إنه بتحسسك إن أنت بتحسسك إن أنت إيه يعني ناس مستنياك ودي حاجة طبعاً ده شرف لأي حد إن هو يبقى موجود وبتعامل مع مع ناس بالتفكير والمنتاليتي دي السوبر والأجواء والجمهور والكواليس كلها يعني في اشتياق كبير جداً إن إحنا نشوف الجمهور فول كباستي بالنسبة للستادي ممكن تحرمنا منه في السوبر الأخير بسبب الفقاعة لكن جمهور النادي الأهلي ليه دور كبير جداً تركيز أكبر من اللعيبة الأجواء إزاي؟ دوافع إزاي متولي؟ شايف رغبة اللعيبة إزاي إن إحنا إن شاء الله نرجع بالسوبر؟ يعني هي طبعاً أجواء أنا مش عايز أقولك بالنسبة للعيبة بتبقى أجواء ممتعة يمكن بيبقى فيه شوية ضغطة وده طبيعي يعني لإن إنت بتلعب في نادي كبير دايماً جمهور عايزك تبقى رقم واحد ودايماً عايزك كل البطولات تبقى تدخل النادي وده دي حاجة بتعلي تموحك أنت كلعيب لازم تبقى تبقى حطت في دمك إن إنت الفكر ده لازم تبقى أنت محضر له ففكرة أنت تبقى دايماً عندك أجواء حلوة وجمهورك دايماً وراك وخصوصاً أنت دلوقتي بتلعب زي ما أنت قلت بتلعب في فول استاديم يعني اللي هو الجمهور كله موجود والاستاديم يتقفل بص والموضوع بجد بيبقى ممتع حتى لما أنت بتبقى بتلعب في أجواء حتى لو بتلعب في ملعب جمهور الفريل المنافس فدي حاجة بتحمسك ما بالك بقى أنت جمهورك وانت كمان بتلعب في الندق الأهلي مش أي جمهور فدي حاجة لأ يعني دي حاجة أنا شخصياً مفتقدة بتمنى أنا بقى لي كتير ملعبتش في مطشات رسمية بس بتمنى أن أنا بقى موجود بجد عشان وحشني الأجواء دي وإن شاء الله بإذن الله السوبر يبقى مصري بإذن الله وبتمنى التوفيق طبعاً لزمائلي وربنا يكرمهم إن شاء الله في المطش دا ونرجع بكاس إن شاء الله السوبر بإذن الله أطول عليك لكن رسالة لكل الجمهور اللي بيدعمك وبيسندك ولسه منتظر منك متوال إن شاء الله الفترة جاية تحب تقولي لكل جمهورنا دي يعني أنا ما عنديش حاجة أقولها غير باية بكلمة شكرا محترمة يعني فإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله كل الفترة دي يعني تبقى فترة إن شاء الله عدة منها كتير بإذن الله تخلص بسرعة بإذن الله خب بالغطرة حبيب نشكر أكيد نجمل نجوم النادي الأهلي الحياة محمود أم ان شاء الله بإذن الله زي ما بقوله ربنا شاء الحاجة ان شاء الله كبيرة جدا وحاجة إن شاء الله تكون كويسة جدا للفترة الجاية بدعم الجمهور ومسندة مجلس إدارة النادي الأهلي يقدر إن شاء الله متولي يكون متواجد الفترة اللي جاية مع النادي الأهلي